بعد عام ونصف من التوقف يعود مستشفى العسكري في مدينة تاز إلى الخدمة وهي في الأساس عودة لأحد أهم المنشآت الطبية في المحافظة فهكذا تبدو المهمة التي أرادت السلطة المحلية ومكتب الصحة إنجازها خصوصا في ظل تدهور الوضع الصحي في المدينة حيث تبدو الحاجة ملحة لعودته في هذا الظرف الشديد الذي أنتم رأيتم عن مقدار الدمار الذي حصل للمستشفى مع ذلك نحن قمنا بتجهيز المستشفى وإن كان قسم الكليا الصناعية انتهى تماما بضرب مباشر عليه لكن نحاول جاهدين أنه نفتح ولو حتى سريرين لاستقبال المرضى لأنه هناك حاجة ملحة تحكي هذه المشاهد كثيرا عن نوايا الإنقلابيين للخراب والدمار واستنداف المستشفى الذي تعرض مؤخرا للقصف بعد أن كانوا يستخدمونه طيلة عام لعلاج جرحاهم طبعا كما تشاهدون من الواقع أن المليشيات استخدمت المشفى العسكري أثناء الحرب وعندما خارجت لا تهتم بالكاذر الطبي قامت بقصفها المشفى بجميع الأسلحة الثقيلة تبدو المهمة صعبة أمام هؤلاء الأطباء كون المنطقة المقابلة للمستشفى ما يزال ينتشر فيها قناصة الميليشيا كما يشهد حي المستشفى قصف بين وقت لآخر على الرغم من كل ذلك يؤكد الأطباء هنا عزمهم على مواصلة تقديم الخدمات الطبية من وسط هذا الركام تعود الحياة رويدا رويدا خصوصا عندما يتعلق الأمر بمهنة الطب لكن السؤال الأبرز هنا كم ستحتاج تعز لمداوات جراحاتها إن كان في مقدمتها المنشآت الطبية حمزة أمين قناة بلقيس من المستشفى العسكري بمدينة تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة